رمضان والجينس وبكل وضوح مشاهدين الكرام ورحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح معكم رشيد ورحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الصوم في رمضان هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس يبدو الأمر سهل بسيط لكن ماذا عن بقية التفاصيل هل تجوز القبلة في رمضان هل تجوز المداعبة بين الزوج وزوجته أثناء الصيام ماذا لو وقع الجنس في نهار رمضان كيف كان المسلمون الأوائل يتعاملون مع هذه الأمور وما الذي قاله القرآن والحديث بخصوص هذه التفاصيل ثم لماذا تكتر الأسئلة في رمضان حول الجنس رمضان والجنس حلقة خود في موضوع مهم نعلم من خلاله حقيقة الدين الإسلامي من المصادر وبكل وضوح دعونا نبدأ إذن رمضان والجنس رمضان والجنس خلينا نبدأ بأول أول شيء من القرآن من سورة البقرة من سورة البقرة في آية مية وسبعة وثمانين كلكم تعلمون أن سورة البقرة مدنية ورمضان مدني أيضاً ابتدأ تشريع صيامه في المدينة وبالتالي سورة البقرة من طبيعة تتحدث عن أحكام الصيام وماذا يجوز وماذا لا يجوز أحل لكم ليلة الصيام بالليل أرفثوا إلى نسائكم الجماع مجامعة نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن جميل لكن هناك آية في النص كده تحس أن الموضوع كان فيه مشكلة كبيرة أيام محمد علم الله بعد ما قال لهم أحل لكم ليلة الصيام إنك تجمعوا نساكم حلو يعني بعد ما تفطر وبعد ما يخلص اليوم أحل لك جماع الزوجة كما أحل لك الأكل والشرب جميل جداً الأمر عادي لكن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ربنا عارف أنكم كنتوا بتخونوا ربنا علم أنا عارف أنكم كنتوا بتخونوا بتعملوا حاجات ما كانش مفروض تعملوها وعفى عنكم علم وعفى عليكم خلاص حيمشيها فالآن باشروهن باشروهن لاحظوا بإجماع المفسرين باشروهن في هذه الآية تعني جامعوهن فالآن جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم حطلوا ربنا لكم وكلوا واشربوا جامعوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض أو الخيط الأبيض من الخيط الأسوذي حتى يبلكم الخيط الأبيض يعني الحد الصبح من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وتبقوا صايمين ما تبشروش ما ترفتوش ما تاكلوش ما تشربوش إلى الليل ولا تباشرهن ما تجامعهمش وانتم عاكفون في المساجد حلو تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون إيه حكاية هذه الآية إيه حكاية ليه جات هذه الآية أو بتعبير المسلمين لماذا نزلت إيه أسباب النزول خلينا نشوف الطباري قال إيه طباري قال لك عن عبد الرحمن بن أبي ليلة قال كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر ده قبل رمضان لما جاء رمضان كانوا يصومون الشهر كله لما تشرع في المدينة فإذا لم يأكل الرجل عند فطره لو ما كلش يعني أفطر وخلاص تمرتين وشوية حليب وما كلش حتى ينام راح نام راح تعالي يعني الفصل هو النوم لو نام خلاص ما يقدرش يصحى ويأكل حتى لو لسه ليل يكمل تاني يوم لم يأكل إلى مثلها وإن نام أو نامت امرأة وواحد من الزوجين نام افطرد بعض الفطور مباشرة أكل شوية ونام صحي الساعة 12 بالليل لم يكن له أن يأتيها إلى مثلها لو واحد فيهم نام ما يمارسوش الجنس إلى الإفطار الآخر كانت التشريعات صعبة جدا متشددة فجاء شيخ من الأنصار يقال له صرم بن مالك فقال لأهله أطعموني فقالت حتى أجعل لك شيئا سخنا فقال فغلبته عينه فنام يعني بينما امرأته كانت بجاهز له يأكل راح نام راحت علي مسكين لازم تمر 24 ساعة على من يفطر تاني ثم جاء عمر واضح أن عمر الخطاب عمل مشكلة كبيرة فقالت له امرأته امرأته كانت نيمة قالت أني قد نمت فلم يعذرها قال لها نيمة لا ما فيش وظن أنها تعتل فواقعها قال لها بتتلككي أنا حواقعك يعني حمارس الجنس لا حياة في الدين هم ما كتبين هذا الكلام وما كتبوه إلا ليتقال ويتحط على الفضائيات وإحنا بكل وضوح يعني بنفصل لكم وأي واحد قال أي حاجة أقول له أنتو بتقولوا لا حياة في الدين فإحنا ماشيين معاكم في نفس الخط وظننا أنها تعتل ده بيوضح لنا أنه السيد عمر بن الخطاب المرأة بالنسبة له كانت متاعي يعني ملهاش أي رأي قالت له أنا نيمتي قال لها أيوة نيمتي لا تعالي أنت بتحتجي يعني المرأة ليس لها إرادة في المسألة الجنسية ده واضح في الإسلام ما فيش نقاش لكن ده مش هو الموضوع المهم أنه الست فعلا كانت نامت وهو وقعها أو جامعها فباد هذا وذا وهذا يتقلبان لتنين عمر بن الخطاب والتاني اللي قال مرأة سخني حاجة ورح نام فراح يتقلبان ليلتهما ظهرا ظهرا وبطنا يعني مساكين أنبهم ضميرهم عمر بن الخطاب بعد من قضى حجده أنبوا ضميروا يا ويلة خالفت الشريعة فأنزل الله في ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود رح ربنا زعل يعني ما هو شاف عمر خطاب عمل إيه وشاف سرمة بن مالك عمل إيه فراح منزل آية بخفف عليهم طبعا التشريعات في الإسلام هي بحسب الظروف يعني يخيط لك أي حاجة على قدر المنقاص عشان تلبسه عن ابن عباس في قول الله تعالى ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها نفس الشيء اللي قلت لكم هنا فقط أنه بعد صلاة العشاء فتم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء منهم عمر من الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله وعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن يعني انكحوا هن يعني كانوا بيخونوا التشريعات واضحة عوض يروحوا يقولوا لمحمد بص هذه التشريعات مش هتصلح أي تشريعات قاسية بيروحوا يخونوا في البيت عمر من الخطاب فألك علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تفسير الطبال بيقول واختان رجل نفسه في شأن النساء ما ذكرش عمر من الخطاب واضح إن الحادثة تتعلق بعمر من الخطاب لكن قالك اختان رجل نفسه خان عمل الحكاية من ورى ظهر النبي فأنزل الله وأحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم إلى آخر الآية ده بيوضح لنا من القرآن تشريعات ومزاجية يعني مش إن الله عالم أحوال الناس ومن الأول بيطلع لهم تشريع لا هو بيعمل تاستين يطلع تشريع ويشوف ها تختانون أنفسكم خلاص هغيرها هنسخ الحاجات اللي عملتها وأجيب حاية أحسن وأفضل لكم عشان ما تختنوش أنفسكم أريحكم وأريح نفسي ما اكتبش عليكم سيئات وأنتم ما تضطروش تعملوا الخيانة ده في القرآن طب إيه في السنة في الحديث بينما نحن جلوس طبعا دي بينما نحن جلوس دايما في الحديث بينما نحن جلوس عند النبي اتجاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت يا ويلتا مصيبة كبيرة قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم وقعت هو المصطلحات في اللغة العربية بالنسبة للجماع يعني تحسها أنه جاية من يعني كلها وقعت وطأت جاية من الأرض يعني هي بني أدمى ولا هي حجارة ولا هي أرض ولا وقعت على امرأتي يعني واحد وقعت وقعت على امرأتي ونصائم فقال رسول الله هل تجد رقبة اعتقها لأن هو مارس الجماع في نهار رمضان ده محرم شرعا بحسب الإسلام تعمل أي ما هو في طريقة لترقيع هذه الغلطة أو هذا الخطأ أو هذا الذنب أو هذا تسر الحدود تجاوز الحدود فلما ارتكب هذه المعصية أنه جامع امرأته في نهار رمضان أو بتعبيره وقع عليها كان ماشي وقع ففي طريقة لحل المشكلة إيه هي أولا أنك لازم ترجع اليوم اللي راح وتاني شي لازم كفارة فبسموه القضاء والكفار القضاء هو تقضي اليوم اللي على رقبتك يعني دين في عنقك الكفارة إنك تكفر على الذنب اللي عملته في حاجتين القضاء والكفار فقال له محمد هل تجد رقبة تعتقها تعتق عدق رقبة يعني ده واحد من وسائل الكفارة في الإسلام قال الله أنا ما عنديش يعني ما أملكه من المال حتى أعتق رقبة بتروح تفاصل مثلا على عبد وتطلق وينال حرية مثلا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين لازم صيام شهرين متتابعين ستين يوم قال له برضو لا لا أستطيع قال فهل تجد هو يستطيع فقط أن يقع على امرأتي قال هل تجد إطعام ستين مسكينة تقدر تطعم ستين مسكينة قال لا شوف أنه بيحاول لأيله أي طريقة طب نعمل في الحالة قال فمكت النبي نعدي فكر هنحل هزاي فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيها طمر جاء وعاء اسمه المكتل أو العرق يعني وعاء في مليان طمر قال أين السائل فين كان بيسأل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به خذ هذا التمر وتصدق به وخلاص ده يوازي إطعام ستين مسكين يلا نعمل لك أي حل فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله قال له يعني ما أنا أفقر واحد في المدينة أروح أوزع التمر عن الفقراء لا أكله أنا والله ما بين لابتيها كان في مكانين في المدينة بيسمى الحرتين الشرقية والغربية فلابتين يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية ما بين يعني في المدينة باختشار شديد فوالله ما في المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي حتى بدت أن يابه ثم قال أطعمه أهلك قال له خلاص يعني خد التمر فالرجل وقع زوجته بتعبيره في نهار رمضان ارتكب كبير أو ارتكب شيء عظيم في الإسلام وإجاء عن محمد عايز حل طلع بتمر في الأخير يعني له هو كفر ولا هو عمل أي شيء جاء يشتكي طالع بتمر أهل خلاص وكانه جائزة عشان تعرف أن الأمور مشيها بحسب الظروف أنه ما فيش تشريع رباني يحترم يعني وما فيش لا هي أي حاجة يرقع بيها وخلاص نيجي لأعادات النبي طبعا هذه الحلقة مباشرة سأبدأ في أخذ المكالمات وأي واحد يريد أن يشارك معنا أهلا وسهلا به في رمضان بالنسبة لموضوع الجنس يكتر الأسئلة وتكتر الفتاوى بخصوص هذا الموضوع ويبدو من خلال محركات البحث أنه ده واحد من المواضيع الرئيسية في رمضان كل واحد بيسأل أنا قبلت مراتي أعمل إيه حضرة الشيخ أنا نسيت ومش عارف وقعت على مراتي وأنا احتلمت وأنا عملت وأنا عملت كل أسئلة آلاف الفتاوى في الموضوع آلاف مش مئات آلاف نيجي عن عائشة عائشة كانت بترويلنا الحياة في الشخصية لمحمد كان على فكرة هذه المواضيع بنتناولها أيضا في حديث وتعليق من لم يرى حديث وتعليق فاته نصف عمره المفروض تبحث عن حديث وتعليق وتروحوا تشوفوا حلقات قصيرة تصب تضرب الهدف هادفة فكاهية لكن هادفة الهدف منها هو التفكير النقدي بخصوص بعض الأحاديث التي وصلتنا عن النبي خلينا نرجع لعائشة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر ويباشر وهو صائمة وكان أملككم لإربيه خلينا نفصل الحديث شوية كان النبي يقبل في نهار رمضان في رمضان ويباشر هنا يباشر عشان يطلعوها قالك يباشر هنا مش هي يباشر اللي شوفناها في صورة البقرة يباشر هنا اللي هي البشرة تلتقي بالبشرة مش معناها الجماع خالص بتاعت القرآن بيقولك دي بتاعت الجماع يباشر هنا ما هو الإسلام نفصل لك اللي أنت عايزه يباشر هنا لا لكن عائشة بتقول يقبل ويباشر ما هو لو كان البشرة تلتقي بالبشرة إيه لا إيه لا إيه الحكمة في ذكرة هل هذا حاجة سباشل يعني لازم تذكر واضح أنه لها علاقة بالقبلة يقبل والليفل التاني يباشر مش أنه ينزل يبتدي بالقبلة وينزل البشرة ما هو يقبل خلاص فيها بشرة وفيها كل شي يقبل ويباشر في بعض المفسرين قالك كل شيء إلا الجماع يباشر فيها كل شيء إلا الجماع يقبل ويباشر وهو صائمة ها وكان طب لو كانت يباشر معناها بس التقال بشرة بالبشرة إيه دخل كان أملككم لإربيا أملككم لإربيا يعني بيتحكم في نفسه ها بيتحكم في نفسه باب فيه صحيح البخاري اسمه باب المباشرة للصائمة المباشرة يباشر ولا ما يباشر العلماء ما اختلفوا الواحد لو قبل زوجته في أثناء رمضان في نهار رمضان فطبعا علماء الإسلام علماء علماء متخصصين في بعض الأمور فيقبل بيقولك في قبلة بشهوة وقبلة من غير شهوة أما القبلة التي بشهوة فعند البعض تبطل الصيام وعند البعض الآخر لا تبطل الصيام ما لم يحصل هناك إنزال ده كودس كودس بيعرفوها الشيوخ وفي قبلة من غير شهوة مثلا انتقول السلام عليكم أهلا وسهلا حياكم الله وكده تدخل البيت فأنت السلام عليكم قبلة من غير شهوة فدي لا تفطر ما فيها مشكلة لكن التانية فيها قيل وقال وفيها اختلف العلماء هل هي بشهوة من غير شهوة وهل فيها انزال انزال له أنه أنزلت ماءا من المكان المعروف وبلاش احرقش وكان أملككم لإربه يتحكم في نفسه إذن هو يجوز له ذلك وأنتم لا تتحكمون في أنفسكم فإذن لا يجوز لكم ذلك البعض فهمها هكذا فتح الباري بيشرح لنا الحديث قوله باب المباشر للصائم أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل في الجماع سواء أولج أم لم يولج وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة في هذا الحديث ليس هو المراد شفتوا أنه بيعمل لك تخريجة خاصة لما يلاقي في مشكلة لأنه لو قالوا أنه الرسول كان يجامع في نهار رمضان دي مشكلة وغالبا ده اللي كان بيحصل لأنه الجماع مش بالضرورة هم طبعا بيعملوا الجماع أنه لازم يكون علاج وينزال وكده لا الجماع له يعني ممكن يحصل فهم عشان أحرجوا يمكن من هذا الموضوع قالك مباشر يباشر ملهاش هذا المعنى في هذه الحالة في رواية حماد عن النسائي قال الأسود قلت لعائشة أه يباشر الصائم قالت لا عشان تعرف أنه مش التقال البشر بالبشر قلت أليس كان رسول الله يباشر وهو صائم مش أنت اللي رويت الحديث قالت إنه كان أملككم لأربية هم زيكم ففتح الباري ابن حجر العسقلاني بيقول وظاهر هذا أنه اعتقدت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه له خصوصية هو يقدر يباشر ويقبل في نهار رمضان وأنت متقدرش لأنه هو بيتحكم في نفسه وأنت بتحكمش في نفسه طب سؤال هنا إذا كان الصوم الهدف فيه روحاني سامي التركيز على أمور غير مادية تركيز على الله تركيز على القلب تركيز على صفاء النفس تفكير في مقال الإنسان وفي أحواله تفكير تفكر في الله وفي الآخرة وفي هذه الأمور ليه أول سؤال ليه المسلمون وشيوخ الإسلام عندهم حاوس بالجنس في نهار رمضان ألا يدل على أن الغاية من رمضان لم تتحقق طالما رمضان هو الاستغناء عن الأكل والشرب والجماع في فترة معينة حتى نركز في أمور أخرى لأن الأكل والشرب والجماع بنعمل السنة كلها خصصنا 30 يوم للتركيز على الأقل نركز في حاجات تانية تتعلق بمصيرنا الأخراوي بحالتنا الروحية بالأمور الربانية بالأمور الإلهية ليه في رمضان هو اللي بيكتر فيه الحديث عن الأكل وهو اللي بيكتر فيه الحديث عن الجنس أنا أعتقد أنه أكتر من الشهور الأخرى كلها عدد الفتاوى التي يسأل فيها الشيوخ عن الجماع وعن الأكل والشرب في رمضان لا يساوي كل الشهور الأخرى يعني رمضان أتى بنتيجة عكسية كميات الكالوريز التي تستهلك في رمضان لا تدل على أن المسلمين صائمون بل تدل فقط أنهم استبدلوا نهارهم بليلهم بس وأنهم لا يستغنون عن الجنس إنما يريدون تبريره وواحد يقول لك أنا عملت بالنهار أنا عملت كده يا سعدت البيه أنت المفروض أنك في هذه الأحوال أنت في عالم تاني طب محمد نفسه طالما أنت معتكف وأنت الرسول اللي بعتك البشرية عشان تكون قدوة وقاعد تحرم عليهم الجماع وتحرم عليهم الأكل والشرب وتعملها وبعدين تلاقي أنهم بختانون أنفسهم وتروح مغيرها وعملها تويكن من هنا وتويكن من هنا حد ما تناسب اللي بيعملوا تيجي أنت بنفسك طبعا احنا عارفين أنه محمد بيخترق كل قواعد اللي بيحطها هو فوق القانون مثل أي ديكتاتوري في العالم ف بتقولك عائشة آه هو حرم عليكم الحاجات دي بس هو كان يقبل ويباشر بس هترقاها ازاي آه هو كان أملككم لقربي طب هو طالما هو متحكم في نفسه يقبل ويباشر ليه طالما هو متحكم في نفسه هتقول لي من غير شهوة بتقبل ليه قبل خشبة يعني الحجر الأسود يعني ممراتك وأصغر وحده وليه هائشة ليه ما شوفني أنه كان يقبل سودة مثلا ويباشر السودة مع عشان حلوة وصغيرة يعني باختصار شديد فهو قضية أنه كان أملككم لقربي هي بعضها يناقض طالما هو أملكنا لقربي يتحكم في نفسه ما يبوسكش وما يباشركش في رمضان في رمضان فهي دي التناقضات اللي أنا حابب أجيبها للمشاهد خاصة من المسلمين الصوم المفروض أنه يتعلق بحالة الإنسان الروحية أنا مش شايف كده خط أنا شايف أنه بندخل في تفاصيل ما لهاش علاقة للحالة الروحية للإنسان فيه صحيح البخاري كتاب الصوم باب اسمه باب القبلة للصائم عشان تعرف أنه التركيز على الجنس بشكل كبير في الرمضان باب اسمه باب القبلة للصائم على فكرة مش هتلاقي باب بناء المدارس للناس ولكن فيه باب للقبلة للصائم يعني عائشة رضي الله عنها قالت إن كان أو باب لبناء المستشفيات للناس ما فيش لكن باب مباشر للصائم موجود أنا وريتكم في الحديث باب المباشر للصائم وباب القبلة للصائم فيه أبواب كتير للمواضيع دي باب القبلة للصائم موجود بكترة يعني العائشة رضي الله قالت إن كان رسول الله لا يقبل بعد أزواجي ووصائم ثم ضحكت عشان تقولهم أنا كانت بتضحك بتقول كان يقبل بعض أزواجهم طبعا مش كلهم مش سودة موت بغيزك يا سودة فالمهم كان يقبل بعد أزواجي ووصائم ثم ضحكت في صحيح مسلم كتاب الصيام باب آخر من الأبواب العظيمة التي تحتاجها البشرية باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته بتبوس كده من غير شهوة بتبوس حائط بتبوس حجر أو واحد يقول لمراته تعالي أنا عايز أبوسك من غير شهوة أنا مش 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 تهيكي أنا بس عايز لله بس بالله يعني أنا عايز أعمل عبادة كده قلت لعبد الرحمن